تتواصل فعاليات معرض توراثنة للحرف اليدوية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية وضم نحو 2500 عارض محلي إضافة إلى أجنحة للمنتجات التوراثية واليدوية من عدة دول عربية داخل جناح حياة كريمة الذي يقام للمرة الأولى بمعرض توراثنة تأكيدا على تنفيذ المبادرة الرئاسية تجد هدى التوني البلغة من العمر 60 عاما بمجهولتها اليدوية التي تشارك بها بدعما كاملا من جهاز تنمية المشروعات للمشاركين أصحاب الحرف من أجل دعمهم لترويج إنتاجهم من المحافظات المختلفة نحن بنحاية ست رئيس على المبادرة الجميلة دي وده أول مرة نشترك في حياة كريمة حياة كريمة خدمتنا في المراكز وفي القرى وخدمتنا في المعارض أنا من سهاج وشاركت في حياة كريمة بمهنة الطباقة دي فهم يطلعون المعرض على حسابهم وأدعموني بتنوعها الثقافي والحضاري تحظى محافظات الجمهورية بتمثيل 1500 عارض وعارضة لها من خلال آلاف القطع اليدوية المتنوعة المستوحى من تراص مصري عريق ل28 حرفة تحت مظلة واحدة بدعم رئاسي دي السنة الثالثة اللي نحن نشارك في معرض تراصنا المعرض معرض جميل جداً وبنستفاد منه وبيعرفنا على الزبون في جوة مصر وخارج مصر برضو بيجيجي عمل أجانب بمثل مصنعين بدينا نظميات للأساس في جناحها في معرض تراصنا السنة دي المشاركة التانية لنا السنة دي إن شاء الله تجربة إثرية تمتلؤ برقي مصنوع بعبق تراثي وشكل عصري يمكن لزوار المعرض التمتع به حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري بدخول مجاني المعرض بصراحة حلو جداً وطحفة وفيه فرصة للشباب كلها إنهم يعرضوا يبقى فيه مكان متاح اليوم كل الشغل حاجة تفرح أنا على فكرة أنا مقيم في الخارج مقيم في السعودية الكلام حاجة مبهرة معرض تراثنا يعد فرصة ذهبية تقدمها الدولة لأصحاب الحرف اليدوية لترويج كنوزهم الفنية وفتح أسواق تصديرية وحماية مهنهم من الاندثار فضلاً عن نشر هذا الإرث اليدوي بين مختلف الأجيال سالي سلم التلفزيون المصري